موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والذي سنستضيف به السيدة هنادي علوان عضو الهيئة الإدارية في المجلس السوري الأمريكي بلوس أنجلوس لنتحدث عن نشاطات المجلس مرحبا بك سيدة هنادي أهلا بك أخر سأشكرا على الإصلاف بالبداية لو نتحدث بلمحة عامة عن المجلس السوري الأمريكي ما هو المجلس السوري الأمريكي؟ المجلس السوري الأمريكي هو جمعية أهلية أسسة في 2005 أسسة أشخاص كانوا هاجروا لأمريكا سواء لأكمال لراستهم أو للعمل وكان هدفها إيجاد جسر تواصل مع سوريا بتصور بهدف الإصلاح بداية الإصلاح بالنسبة للوضع السوري وإحضار نوع من المفهوم الديمقراطية هذا الكلام كان في سنة 2005 أسس على يد مجموعة من الجالية السورية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كيف انطلق المجلس السوري الأمريكي للعمل؟ وخصوصا في فترة الثورة السورية في البداية طبعا بسبب أن حالة الطوارئ التي تعيش فيها سوريا بسبب خوف السوريين حتى في المهجر من المشاركة بأي عمل منظم كان في حجام عن التعاطف مع المجلس فظل نشاطه جدا محدد لكن ببداية السورة كثير من الناس اللي كانوا عم ينتظروا هيك فرصة بلشوا ينخرطوا يعني يبحثوا بالأحرى كانوا في البداية في بحث عن منظمة أنه تقود هيك عمل بعدين التفت انتباههم أنه هناك منظمة موجودة من 2005 فهم خلطوا فيها وبلش يبدأ لفروع يعني يظهر لفروع في أنحاء مختلفة في ولايات مختلفة محل ما بيكون في تواجد للسوريين كتير وسوريين ناشطين يعني هنا كانوا عندهم رغبة أنه يقه بقى بلش يفتحوا فروع تقريبا عنا فروع بحوالي 21-22 ولاية ما كان في تواجد يعني سوريين كثيف مثلا وناشطين يعني بإمكانك تقول تفعلت أكثر في بداية الثورة نعم خلال فترة الثورة السورية كيف كان تفاعل المجلس السوري الأمريكي مع الثورة السورية؟ وتفاعل كان طبعا يعني المجلس السوري الأمريكي كان حط يعني كان له مسارين المسار الأول أنه يعمل على حث وتجميع وتقوية كلمة مثلا السوري الأمريكي بالنسبة للمجتمع وتوحيدها وتنظيمها وهذا الشي مهم جدا يعني نقل العمل من عمل الفرد أو الأشخاص إلى عمل منظم موحد والعمل والمسار الثاني هو كان نقل الصورة الحقيقية للثورة كوننا نحن مثلا نعتبر حاله جسر بين الثورة كوننا نحن نفهم الثقافة السورية ومنفهم طلب الجمهور السوري والشعب السوري وكما بالطرف تاني نحن نفهم تفكير الغربي وتفكير الأمريكي المجتمع اللي عايشين فيه بقى نحن حاولنا نربط هالطرفين ببعض يعني ونكون جسر تواصل بين الطرفين بين الثورة والمجتمع الأمريكي طيب انت كلمنا عن أبرز أهداف المجلس السوري الأمريكي بشكل عام يعني هو أسس من أجل هذه الأهداف أي نعم يعني كان أهم بالأصل بالألفين وخمسة أسس لدوحيد الجالية السورية وتفعيلها وتقويتها وإيجاد يعني تكون هي دور قوي في المجتمع الأمريكي بالنسبة لكان إذا طرأ أي موضوع بالنسبة لسوريا يعني تكون جالية موحدة وكل الجاليات بصراحة هو مو موضوع خاص بالجالية السورية الجاليات العربية وغير العربية كلها تطمح أنه كلها مؤسسات تحكي بإسمها أو مؤسسات تنظر لصحيح انت في وطن جديد يعني وقال استقررت فيه ولكن كلها تنمدعي في الوطن الأم غالي علينا يعني ونطبح أنه الشي المحقق مثلا أنه يتحقق يعني في عنا أماني وتطلعات كمان أنه وطننا الأم يكون في أحسن حال فكان في البداية هو توحيد الجالية وتقويتها وبحيث أنه يأثر هذا الشيء إيجابيا على وطننا الأم طبعا بوجود السورة صار بقى المحة التانية أنه الربط بين أمريكا وبين الشعب السوري ومحاولة تحقيق يعني أطموحات السورة طيب ما صار أنه تواجهته أو مواجهة مع ناس أو تكتل موجود يدعم النظام السوري من الجائل السوري الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا 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 هذا الشيء صار أنا بحكي لك يعني مو على مستوى بصراحة ما بعرف أكيد صار على مستوى مثلا نحن مركزنا الرئيسي والعمل تحقيق في واشنطن هي عاصمة السياسة العالمية في صار هيك أمور بس أنا مثلا موجودة يعني أنا متواجدة بلوس أنجلوس يعني في مظاهرات نطلع فيها كان الطرف الثاني بيحمل صور بشار مثلا بس الأعداد كانت أقل وتهديدات وهيك شيء فيه طبعا يعني لابد أنه يحصل أحيانا تهديدات رسائل على التليفونات في أماكن يكون فيها تجمعات مشان إغاثية مثلا لجمع تبرعات إغاثية يطلع المجموعة يعني المتبرعين أو الضيوف يلاقوا على سياراتهم مثلا صور لبشار أو رسائل تهديد أو العالم مكسور نحن نحط دائما نحط علامة الثورة مثلا دليل قصد من الجمع يعني طبعا يراقبوا هذا الأمر بعرف أنه اللي سمعت أنه في بعض حتى الكنتينيرات تعرف بتنزيل لما فتحوا السناديق لقوا فيها مثلا كنزات مرسومة عليها من حبك بشار يعني عرفنا أنه مثلا فيه أشخاص يجوا مكان جمع التبرعات وخطوا يعني هناك كان فيه مراقبة ولكن أنا ما بتصور أنه هني عددهم بهالشكل الكبير اللي بيحطوا يأسروا على مثلا أنه يخيفه الجالية ولا يأسروا على مسار عملنا طيب إن تكلمنا عن أبرز المشاريع التي تقومون بها ما هي هذه المشاريع؟ هلأ فيه المشاريع تبعنا متعددة مثل ما قلت لك المركز الرئيسي يعني هو واشنطن هلأ واشنطن قامت بمشاريع كبيرة ومشاريع عديدة البداية كانت مثلا واحدة من الأمور اشتغل المجلس على الشرطة المحلية في البدايات قبل ما أنه ينتشر مثلا موضوع الشرطة المحلية اللي بعرفوا أنا أنه مثلا استطاعوا أن يحصلوا لدعم للشرطة المحلية قدم إليهم بدفعات نزلها بدفعات استطاعوا على أنه يحصلوا على اعتراف بالمجالس المحلية ودعم أيضا من الحكومة الأمريكية قدم عن طريق الأدفوكسي أو الأدفوكسي بشأن هذا الموضوع إحنا استقدرنا نستقدم كثير من الناشطين على جميع المستوى على جميع المجالات جبنا ناشطين إعلاميين قدرنا ناخدهم مثلا على الراديو على التلفزيون على البيت الأبيض لا بو البيت الأبيض بمكان الإعلاميين علامة على الكونغرس بدرنا نجيب ناشطين سياسيين اكتيفست بدرنا نجيب حتى على مستوى عالي من المجلس الوطني يعني شخصيات سياسية مهمة وبالإضافة إلى أشخاص من المعظمية والمناطق اللغوطة بعد ما صار الضرب الكيماوي وهذول الأشخاص كلها تقدرنا نحقق يعني نحضر لها مواعيد والتزامات على مستوى عالي جدا بالأمم المتحدة بالكونغرس بالبيت الأبيض مقابلة بيت الأبيض بالخارجية وزارة الدفاع وتأمين فياس لأن هذا الشي مو موضوع سهل أبدا أبدا ولكن هذول ناشطين كان بهمنا أنه نجيبهن ونقدمهن أمام يعني الكونغرس الأمريكي هذا من أهم الأمور يعني اللي قدرنا نعملها بواشنطن بالإضافة إلى ندوات مثلا في عندك فيلم مثلا للغاندي قدرنا نعرضه نعرضه بالكونغرس بحيث حضره عدد نيح من الكونغرس يعني تأثره وفيه شخصيات تانية هي إعلامية أمريكية يعني مثلا بتسمع وبعدين هي بتروح بتكتب لوحدة يعني مو نحنا بالإضافة كان أهم الشغلات أنه قدرنا ندخل على الصحافة الأماكية المهمة اللي موجودة بواشنطن والأماكن التانية مثل وول ستريت جينرال واشنطن بوست نيويوك تايم وهي الصحافة في منها ما بتقبل يعني من الصعب أنك تخترقها ولكن حتى أنا بعث في بعض منها هن اللي طلبوا منها يعني هن اللي يجول عنه وقالوا أنه ممكن تقدمونا مقالة ومقالتين تشرحوا مثلا كانت نقطة معينة ولا غيرها بأمور حق يعني كانت مفصدية بقى هذا الشي ما يعني درنا عليه حتى كان فيه درنا نستقدم مثلا أو نقدم بعض المصائح والمعلومات حتى للفصائل المعتدلة لقادة الفصائل المعتدلة وللسياسيين استشارات بعضهم طبعا يؤخذ فيه وبعض يعني نحن مجرد نقدم نصيحة يعني استشارية والآخر القرارات بتكون بأيدي الأشخاص نوجودة على أرض الواقع يعني طيب سيدة هندي سنتكلم عن تفاؤع الرأي العام الأميركي مع هذه النشاطات التي تقومون بها لكن بعد فاصل قصير فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وأهلا بك سيدة هندي مرة أخرى كنا قبل الفاصل قد تناولنا موضوع مشاريعكم الموجودة بأميركا طيب كيف وجدتم التفاعل من قبل الرأي العام والمسؤولين الأميركان من خلال النشاطات التي قمتم بها على مستوى ولايات كوني أنا موجودة بلوس أنجلوسك قمنا بكثير من النشاطات التفاعل بممكن تقول على مستوى الجالية السورية ومن بعدها الجالية العربية ومن ثم الرأي العام الأميركي طبعا الجالية السورية هي بشكل عام يعني أهل موجودين بسوريا بشكل طبعا فورا الناس انضمت يعني لهالنشاطات وتفاعلوا بكثير نواحي سواء مثلا وقت نسألهم بدنا ضغط على مسؤولين مثلا برأي العام بالإيميلات يبعتوا آراءهم يبعتوا تصويت على موضوع معين يتفاعلوا وتفاعلنا عملنا كذا حملة من جملة حملة مشان يزيد المعونات يعني وحملة بموضوع بصراحة تجريم اعتبار بشار الأسد هو مجرم حرب لا مجال العودة والتعامل معه كرئيس يعني دولي بالنسبة للجاليات العربية كمان في تفاعل شخصي لما بتجتمع مع أشخاص يعني تعرف أنه في تفاعل ومراقبة ولكن للأسف شعوبنا يعني كل بلد يعني مشغول بمشكلة بلده بصراحة الشعوب التانية أو الجاليات التانية بتنظر كانت للجالية السورية أنه هي أكثر من الجاليات لإدرة تنظم نفسها وتتصرف بخطة يعني واثقة أو خطة واضحة سريعة يعني هنا كثيرا إحنا بيجينا طلبات أنه نحاول نساعدهم في التنظيم أنه كيف يقدروا ينظموا بالفعل يعني نشاطات ولا ضغط مثلا ولا منظمة كبيرة لأنه نحسوا أنه إحنا بسرعة تفاعلنا وسرعة مشينا فيها يعني المنظمة الساك كانت بالبداية غير مفعلة بس فجأة بهالخمسة سنة الماضية قطعت أشواط منيحة يعني قدرنا ممكن تلاحظ فيها أنه تقدم وتطور ونازالت المساحة بعيدة كتير لستازلنا في البداية يعني جدا يعني ما قدرنا نحقق غير بس نسبة للوقت والإمكانيات الموجودة اللي احنا نعتبر عملنا شي جيد جدا بقاها بما بالنسبة للرأي العام الناس التي تتابع والمثقفة واللي بتحب تتابع الأخبار العالمية طبعا عندها تفاعل جيد مع الثورة أغلبهم بشكل عام يعني الشعب الأميركي ما هو الانطباع الذي لمستموه يعني هو في عندنا احساس بالحزن والشفقة مثلا والإحساس يعني بالدهشة أنه بهذه الأسمة طبعا هذا الإحساس أو الوعي للموضوع سوريا ظهر أكثر ما يمكن بعد القصف الكيماوي اللي صار وثانيا بعد موضوع اللاجئين موضوع اللاجئين فعل كتير يعني صار الناس مهتمة أنه تشوف شو اللي عم يصير طبعا ما عم تشوف أفواج كبيرة عم تقطع البحر وتروح بالبحر صاروا في ناس بيتصنفينها من الكنائس مثلا بيقولوا كيف نقدر نساعد أنا بصراحة كنت انشغلت بي أو كنت طرف بموضوع يعني شحن مثلا ألبسة خلينا شتوية مثلا يدقوا مثلا علي الباب ناس أمريكان ما عمس يناولوني مثلا سنادي وتكون جدا جميلة ونضيفة ومرتبة كأنه مثلا عم يعطوها هدية حقيقة طريقة التقديم كانت رائعة لأنه بتحسس بالعز يعني أنه نعم يقدموا هدايا وجاني ناس أهلولي قدموا أهلولي لأن احنا أصلا أهلنا كانوا بالهولاكاست ونحن نعرف شو معنات الإنسان أنه أن يباد يعني ولا يكون يعني فيه قوة ضده بقى كان فيه تفاعل للناس اللي كانت متابعة الوضع فيه تفاعل ولكن بالنهاية يعني الشعب الأمريكي كمان يعني شعب شوي منغلق على نفسه سياسيا ولا عالميا كونه أنه هو داخل ضمن قارة بقى يعني ما عنده واعي كتير للسياسات الخارجية وما يحصل بس صراحة شعب جدا لطيف وبيتعامل لما بيعرفه ونحن هذا عملنا نعمل ندوات نحاول نعزهم ندعي نعمل مظاهرات كتير كنا هذا يندرج ضمن النشاطات الاجتماعية التي تقومون بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية لو تحدثين أكثر عن هذه النشاطات يعني في بداية الثورة طبعا أول شي كان هي المظاهرات الأسبوعية مثل ما بالشام يعني وبسورية بيطلعوا كل يوم جمعان احنا كان عنا كل يوم سبت مظاهرة أحيانا ننقلها أحيانا تكون قدام مركز السيانين أحيانا في أماكن حكومية أو في مواقع نعفية فيها تواجد للسكان هلأ مثلا بأحداث حلب الماضية هي القريبة كماني عملنا مظاهرة كبيرة وحضرة كتير الناس وكان فيها تنظيم ممنيح مثلا وناس هي خرجت لأنه الناس كان يعني قلبها محروق على يصير بحلب طبعا بقى المارة مثلا بيشوفوا الأعلام بيشوفوا الرايات ممكن بيرجعوا بقى بيتابعوا الأخبار ومتجي بندعي وسائل الإعلام واللي بيتصور مثلا بيتابعوا الناس وبهالطريقة نحاول يعني ننشر الوعي بناتهم بالنسبة قضية طيب داخل سوريا أنت كلمنا عن داخل أمريكا عفوا أنت كلمنا عن الجالية السورية بأمريكا كيف هي حالها الآن يعني ما هي نشاطاتهم يعني بغض النظر عن المجلس أنت كمواطنة سورية تجلسين في أمريكا كيف هي الحياة هناك كنشاطات اجتماعية هلأ كثير مننا صارت نشاطات هي نشاطات الثورة يعني كانت في البداية بتعب نشاطات اجتماعية بتجمعنا لأنه دائما نحنا كنا بنبحث عن ثقافتنا يعني كل الناس اللي بتعرف بعض بتجمع بعض وبتعيش نفسي تنقل معها ثقافتها مشان بتربي أطفالها عليها وأولادها بترجع بتزرع مدينة يعني ضمن الولاي هلأ يعني نشاطاتنا كلها بتتضمن نشاطات فيها ثقافية نشاطات دينية أحيانا يعني نشاطات ممكن تكون إغاثية نشاطات سيدات جمعوا نفسهم حقيقة حابوا أن يكونوا عن بعد إلهم علاقة مثلا بمساعدة التعليم لأنه هن بيعرفوا أهمية هذا الموضوع طبعا نجتمع مثلا بالأعياد نجتمع كلياتنا النوع من الوحدة بإحساس بالألم يعني كلياتنا نكون مجموعين نحاول نكون مجموعين إذا ما كان فيه مننا هدف لتوعية للباقي لكن هدف أنه نحن موجودين بمكان واحد أنا أو غيري وهيك لاتنا نشعر بنفس الألام عنا نفس المشكلة ممكن نتناقش به الوضع مثلا عالم الثورة بيكون فوق راسنا ممكن بعض هذا حديثنا بالإضافة لا مش هنمر فيه عن أولادنا ونحاول طيب إن تكلمنا أكثر عن المشاريع التي تقيمونها في سوريا تحديدا هل هناك مشروع كبير تعملون عليه الآن بالنسبة لمجلس هناك مشروع كبير وين نعمل التواصل بس أنا ما عندي الحرية أني أتكلم عنه في مشروع كبير كتير بس بصراحة ما أحكي عنه طيب ما كبير كتير واحد أصغر منه بشوية يعني هنا نشاطاتنا بصراحة هذا يعني هنا طبعا هلأ عم نشغل على الانتخابات الأمريكية كتير أخذ جزء من وهذا أمر مهم جدا خاصة أن المرشحين القادمين تتفاوت آراؤهم بالنسبة للقضية السورية طبعا هذا كان كتير أخذ جزء من وقتنا وكان لنا أشخاص مخصصين يعني خصصنا بيساك أشخاص معينة أن تراقب الانتخابات تراقب الأقوال وتنشر الوعي بين الجالية لأنه في أمور مختلفة يعني أنا كمواطنة سورية تهمني جدا قضية سوريا بهمني جدا قضية المسلمين في أميكا كمان يهمني أنا كمواطنة أميكا يهمني مجتمعي اللي عايشي فيه لأنه في قوانين تطلع بتأثر على أولادي على نبط معيشتي يعني فإحنا صارنا ثلاث محاور كسوريين نشتغل عليها بقى الأشخاص تخصصت بمنساك أنه بحثت بالفعل راقبت كل الأقوال وكل التصريحات وكل الماضي يعني رجعت للماضي السياسي للأقوال للمرشحين وعرضت أمام الجالية يعني وفاهمتهم الخيارات الموجودة أمامهم هاي من أهم المواضيع اللي عم نشتغل عليها كلياتنا بنعرف أنه هلأ غالبا هاي فترة مرحلة ما بيكون فيها قرارات كبيرة لأنه أوباما تقريبا هو أشرف على الرحيل فنحنا مركزين جدا على المرشحين اللي عم نحاول نتواصل مع كل المرشحين حتى المرشحين اللي هني مبدئيا موقفهم مو جيد من الثورة السورية نحنا عم نتواصل معهم لنشرح لهم أو نحاول نقرب وجهات النظر نوضحنن شو طموحات الشعب السوري كيف هاي الطموحات تتماشى مع مصلحة الأمريكا يعني إحنا كان هذا كلياتنا كلامنا أنه مصلحة الشعب السوري ومصلحة أمريكا تتحد في أماكن معي كثيرة يعني من جملة محاربة الإرهاب من جملة النماء الاقتصادي النماء الاقتصادي بالنسبة لسوريا كمان يعني أكيد حيكون له تأثير مثلا على أمريكا نحنا شعب بيحب يعني ما عنده ما نعي تعامل مع الطرف الأمريكي مثلا اقتصاديا ولا تعليميا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا هذا الشيء نحنا عم نشتقله عليه يعني أكيد على كل المرشحين سواء لا يمكن صفي كلينتون أو ميستر ترامب أو يمكن ما بعفزها كلهم الباقي نسحبوا لأني أنصلي هني أبرز اتنينة كلينتون وطرامب ايه ما وكلينتون يعني تصريحاته جيدة مع الواقع وفي ناس عم يشتغلوا كويس معه قريبين يعني وفي ناس نحن حقيقة وظفناهم حتى من برات الموظفين تبع المجلس يعني بيشتغل بيحس يجمعوا تبرعات وبيحفزوا المشاركين أنه يحضروا ندوات ويطرحوا الأسئلة يأخذوا رأي المرشح ويعطيهم نفس الوقت يطرحوا رأيهم أنا مثلا قبل ما أجي كان في مرشحين من ولايتنا من منطقتنا حتى مولايتنا مدينتنا للكونغرس حضرنا أربع أشخاص كانوا موجودين وطرحنا عليهم أسئلة بالموضوع السورية موضوع داعش موضوع الأسد وفي ناس مثلا كانوا مغيبين عن الحقيقة شرحنا لهم نحن شو رأينا وفي ناس كانوا فهمانين تمام شو اللي صاير أكرنا عليهم أنه يعني طلباتنا وتأييدنا بنفس الوقت أشكرك جزيل شكرا سيدة هانادي علوان عضو هيئة الإدارة في المجلس السوري الأمريكي بلوس أنجلوس شكرا جزيلا لك شكرا لك وشكر دائما لكم مشاهدين وعلى أمل لقاء بكم في لقاء خاص آخر نترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم